منذ 11 عاما في 14 من اذار طلب من الجيش ان يفتح النار على اللبنانيين لكنه حمى اللبنانيين وساحات الحرية الجيش اللبناني حمى ثورة الارز ولبنان والمواطنين اللبنانيين في كل المراحل وفي 14 من اذار من هذا العام اراد الرئيس سعد الحليل ان يؤكد من وزارة الدفاع ان شعارنا دائما مع الجيش والقوى الامنية اللبنانية الشرعية مع الدولة ومؤسساتها في مواجهة اي خطر يهدد لبنان والشعارنا هو اننا نريد الجيش في لبنان ولا نريد غيره الحرير التقى قائد الجيش العماد جانقهوجي منضم الى الاجتماع لاحقا وزير الدفاع سامير مقبل وقدم الحرير التعازي بشهداء المؤسسة العسكرية الذين سقطوا في مواجهة الارهاب ثم انتقى لا مع مقبل الى غرفة عمليات قيادة الجيش حيث قدم مدير العمليات العميد الركن زياد الحمصي ايجازا لوضع قوى الجيش على الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية ثم اطلع من العماد قهوجي على حاجات الجيش المختلفة في ضوء المهمات العسكرية والامنية التي ينفذها حبيت اجي الى هون لحتى اقول للجيش اللبناني لوزير الدفاع لقائد الجيش انه نحن دائما داعمين للمؤسسة العسكرية وهذا الشيء اللي منفتخر فيه كلبنانيين لانه هايدي المؤسسة فعلا جمعت كل لبناني وقدرت تحيط حالة من كل العواصف السياسية وبدنا اياها الدل بهالروحية ان شاء الله وانا واثق انه اخواننا العرب ما حيتركوا لبنان اخواننا العرب لطالما وقفوا مع لبنان لطالما ساعدوا لبنان بالسراء والضراء ان شاء الله الامور بالمستقبل تكون على افضل وهيدا مسعى نحن كسياسيين وهيدا شغلنا نحن كسياسيين اللي لازم نقدر نصلوا خاصة امام هالعاصف اللي عم نمر فيها وعن الشريط المسجل لداعش اخيرا قال الرئيس الحريري هؤلاء اول شيء ما بمثلوا الاسلام ونحن ورا الجيش ورا قوى الامنية ونحن نحن منقول لهؤلاء اللي بيحاولوا يهددوا لبنان انه نحن جيشنا قوي قوانا الامنية قوية واللبنانيين موحدين مسلمين ومسيحيين امام اي واحد من داعش وامام اي واحد متطرف اي واحد بده يجي على هالبلد يحاول يعمل اعمال تخريبية حنكون نحن كلياتنا مع الجيش اللبناني بالمرصاد داقلهم هؤلاء مثل ما قلت لا هن مسلمين دا هن سنة ولا شيعة ولا ما عندهم دين هادول بيشتروا بيبيعوا بالدين متل ما بدهم بيخترعوا الاديان اللي بد اياها وبيخترعوا الاصص اللي بدهم اياها وبيهددوا لمقارب سياسية وتخريب المتل ما صار بعدد بلدين عربية ولكن نحن موحدين بهذه المعركة حندلنا صامدين ومنعرف ان الجيش اللبناني والقوى الامنية حتتصدالهم بشراسة ونحن حنكون قدامهم ووراهم وبجنبهم لانه نحن وياكم نحن وهذا الجيش نحن واحد الرئيس الحريري سئل عن الهبة السعودية فأجاب الهبة جمدت ولكن نحن سياسيين يجب ان نسعى ونعمل ونطمئن ونقول اننا مع الجيش اللبناني وانه جيش لكل اللبنانيين وعن ذكرى 14 من اذار قال الحريري انا اليوم حبيت ايجي بهذا اليوم خاصة ب14 اذار لانه بهذا اليوم في البعض عطى قرار بفتح النار على الناس ولكن الجيش بعسكروا مذباطوا بقياداتوا هن اللي حموا السورة هن اللي دفعوا عن هيدا عن الناس وهيدا عملوا الجيش بكل لحظة وبكل تاريخهم بقى الناس حبيبي وهيدا 14 اذار مش انا ومش ولا حزب سياسي 14 اذار هن الناس اللي نزلت على صحة الشهداء واردا على سؤال اخر قال الحريري حزب الله جزء مكون في هذا البلد وهناك واقع سياسي على الارض كلنا نتعامل معه والجيش ايضا يتعامل معه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة